هذه الحرة الليلة وأنا حيدر المحرابي أهلا بكم ملف حقوق الإنسان ركيزة أساسية في سياسة الخارجية الأمريكية والعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ستكون مبنية على مسألة احترام حقوق الإنسان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد على هذا المحور الأساسي في حديثه عن العلاقات الأمريكية السعودية بعد ساعات قليلة من فرض عقوبات أمريكية بحق 76 شخصية وجهاز أمن سعودي على ارتباط بتهديد معارضين في الخارج الرئيس بايدن أشار إلى تغييرات مهمة في العلاقة مع الرياض وأعلن تأكيدها خلال اتصاله بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عدل عزيز توتر تشهده العلاقات الأمريكية السعودية إلى درجة إعلان واشنطن المراجعة الكاملة للعلاقة مع الرياض وتغيير قواعد التعامل حسب ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن حاداً كان بايدن في كلامه عن السعودية في أحدث مقابلاته التلفزيونية فهو تحدث عن محاسبتها على ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان مشيراً إلى أنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأن السعودية مضطرة لتغيير سلوكها في مجال حقوق الإنسان إذا ما كانت تريد التعامل مع الولايات المتحدة ولتغيير القواعد في هذه العلاقة أوجه عديدة بدأت ملامحها بالظهور مع أعلان فرض عقوبات على 76 سعودياً متهمين بتهديد معارضين سعوديين بالخارج بالإضافة إلى النائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة أحمد عسيري وجهاز قوة التدخل السريع أما الوجه الثاني لتغيير قواعد العلاقة فهو يتعلق بدرس إدارة بايدن إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية واقتصار المبيعات العسكرية في المستقبل على الأسلحة الدفاعية وقالت مصادر متطابقة من داخل الإدارة إنه بعد وقف صفقات أسلحة قيمتها نصف مليار دولار مع السعودية من منطلق الانزعاج من الخسائر البشرية في اليمن يعكف المسؤولون الأمريكيون على تقييم المعدات العسكرية وبرامج التدريب المتضمنة في أحدث مبيعات للسعوديين بهذا في تحديد ما يمكن اعتباره دفاعيا منها وبموجة بمثل هذه السياسة الجديدة سيتم السماح بمبيعات أنظمة الدفاع الصاروخي المضادة للصواريخ الباليستية أو أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت لكنها ستنهي الصفقات الكبرى لمنتجات مثل الذخائر دقيقة التوجيه والقنابل الصغيرة ما الذي تضمنه تقرير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية بشأن مقتل الصحفي سعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 عادت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الواجهة مرة أخرى بعد رفع إدارة بايدن السرية عن تقرير للاستخبارات الأمريكية يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية على عملية اعتقال أو قتل خاشقجي في اسطنبول عام 2018 وخلصت وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وبنت الوكالة تقييمها على سيطرة ولي العهد السعودي على مركز صنع القرار في المملكة والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية ولي العهد السعودي بحسب التقرير يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة منذ عام 2017 ومن غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن منه وفي وقت مقتل خاشقشي ربما خشي مساعد ولي العهد أن يؤدي الفشل في إكمال المهام الموكلة إليهم لمقتلهم أو اعتقالهم الفريق السعودي مكون من مسؤولين مرتبطين بمركز دراسات وشؤون الإعلام بالديوان الملكي ويخضع تحت قيادة سعود القحطاني مستشار بن سلمان المقرب كما ضم الفريق سبعة من عناصر الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان أو قوة التدخل السريع التي شاركت في عمليات قمع سابقة للمعارضين لم يكونوا ليشاركوا في العملية ضد خاشقشي دون موافقة بن سلمان واعتبر ولي العهد أن خاشقشي يمثل تهديدا للمملكة وعلى نطاق واسع أيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته ونشر التقرير قائمة بأسماء الفريق المسؤول عن عملية استهداف خاشقشي في إسطنبول إما بالمشاركة أو إصدار الأوامر أو التواطئ أما الرد السعودي على ما سبق فكان الرفض لما تضمنه تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي سعودي جمال خاشقشي وتحميل ولي العهد محمد بن سلمان مسؤولية الجريمة ضمنيا بالمؤسف والمتضمن بيانات خاطئة وغير مبررة وصفت وزارة الخارجية السعودية نتائج تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقشي وما تضمنه التقرير من توجيه أصابع الاتهام لولي العهد محمد بن سلمان بالضلوع في الجريمة بيان الخارجية السعودية أبدأ أسف الرياض لصدور التقرير الأمريكي مشيرة إلى رفضها أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها وتابع بيان الخارجية السعودية أن المملكة أدانت هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة مستقبلا وختم البيان نصه بالتأكيد على أن الشراكة التي تجمع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية شراكة قوية ومتينة إذن أناقش هذا الموضوع مشاهدين مع ضيفي عبر خدمة سكايب من واشنطن لاري كورب كبير البحثين في مركز التقدم الأمريكي وأيضا عبر خدمة سكايب من الرياض سليمان العقيلي المحلل السياسي مرحبا بكما ضيفي كريمين سيد دي كورب أبدأ معك القواعد تغيرت هكذا قال الرئيس بايدن للعاهل السعودي أعطني تخيلك وتصورك بنقاط لو سمحت لي هذا التغير بالقواعد بين الحليفين التاريخيين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية نعم الرئيس بايدن في حملته الانتخابية أعرب عن معارضته لعلاقة الإدارة السابقة إدارة الرئيس ترامب مع المملكة السعودية وبيع المملكة كل أنواع الأسلحة وعدم الاكتراس الاغتيالي الخاشقجي وبالتالي قال إنه سيغير هذا الوضع حتى قبل نشر هذا التقرير علنا أوقف الرئيس بايدن بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة ورفع اسم الحوثيين من لائحة المنظمات الإرهابية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وأمس أخيرا مع التقرير تم الإعلان عن عقوبات فرضت على عدد من الأشخاص ولكن النقطة الأساسية هي أنه لم يقل إنه سيمنع ولي العهد من المجيء إلى أمريكا ولم يتكلم بطريقة واضحة عما يمكن أن يفعل ضده على المستوى الدولي هذه نقطة مهمة سأعود بها إليك سيد كورب لكن الآن أتوجه لضيفي من الرياض السيد سليمان العقيلة المحلل السياسي سيد سليمان مساء الخير عرفنا موقف الخارجية السعودية لهذا التقرير الأمريكي ولكن ضعنا بردود فعل المملكة العربية السعودية اليوم حيال ما جرى يوم أمس والمكالمة بين الطرفين الأمريكي والسعودي أحييك أخي حيدر وضيفك لاري كينغ ومشاهديكم الكرام في الواقع الأمر أن هناك أسف عميق في المملكة العربية السعودية ليعني وصول العلاقة السعودية الأمريكية لهذه الدرجة من عدم الثقة والتي يعني تعودنا في كثير من الأحيان وجود اختبائنات في وجهة النظر بين الحكومتين وهي وجهة نظر سياسية ولكن رأينا أن الرئيس بايدن يعني استدعى ملف من الإرشيف الاستخباراتي لكي يعني يطلق حملة سياسية ضد المملكة العربية السعودية وهي حملة غير مبررة لأنه التقرير الاستخباراتي اقتنعنا اليوم بأن الرئيس دونالد ترام كان محق في عدم الاعتماد عليه لأنه تقرير يعتمد على الافتراضات وعلى التوقعات وعلى الشعور الشخصي للمحلل السياسي في السي آي اي وعلى الظنون وعلى تخيل الاحتمالات سيد العقيل ما هو تصورك يعني لماذا تقول الرئيس بايدن يقوم بحملة غير مبررة ضد المملكة العربية السعودية تصورك حضرتك كمتابع يعني ما هي الغايات من هذه الحملة أولا لا يغيب عني أنا كمراقب الحقيقة للعلاقات السعودية الأمريكية ما يغيب عنه أن الرئيس بايدن يريد أن يقضي على أرث ترامب وكان عنده موقف ليس فقط سياسي وإنما حتى عقائدي تجاه ترامب وسياسته وأصدقائه وتحالفاته ورأينا كيف أن الرئيس ترامب حكم أيضا في الكونغرس من قبل الديمقراطيين يعني من أجل تجريمه وتجريم سياسته ومواقفه واليوم ينتقل الديمقراطيون والرئيس في مقدمتهم إلى أصدقاء ترامب بعد أن فشلت عملية محاكمة ترامب فإذا تتوقعها بأنه هي عملية انتقام لأرث الرئيس السابق اسمح لي هذه النقطة أن نقولها لضيفي من واشنطن سيد لاري كورب هل فعلا يمكن حصر ما يجري الآن والحديث عن حقوق الإنسان وملف حقوق الإنسان بالقضاء على إرث رئيس السابق؟ هل يمكن أن نحصر الموضوع بهذا الشكل؟ من دون شك الرئيس بايدن يريد أن يغير الكثير من ما فعله الرئيس ترامب فيما يتعلق بالعلاقات مع المملكة العربية السعودية كما قال زميلي هذا التقرير لديه سنتين من العمر والرئيس ترامب لم يرغب بوضع التقرير في العلان لأنه لا يريد أن تتأثر العلاقات بين البلدين والرئيس بايدن لم يتصل بولي العهد بل اتصل بالملك رغم أن الكثيرين يعتقدون أن من يحكم البلاد ليس الملك سيد كورب أبقى معك يعني يقول أيضا رئيس بايدن إذا كانوا يريدون التعاون معنا فعليهم التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان هل هذا يعني بأن هناك سياسة عف الله عما سلف إذا استجابت المملكة العربية السعودية للتعاون بملف حقوق الإنسان فإننا سنغض الطرف عن هذا التقرير وعن اتهام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتعود الأمور إلى طبيعتها من دون شك الرئيس بايدن ترك الباب مفتوحا لإعادة العلاقات إلى ما جاريها مع المملكة العربية السعودية لو اتخذت المملكة بعض التدابير بعد الإعلان عن هذا التقرير المتعلقة بحقوق الإنسان ولو أن ولي العهد يقول إنه ربما باشر بهذه العملية ولكن أرد فقط إعادة الخشخج إلى المملكة ليس أكثر وبالتالي ترك الرئيس بايدن الباب مفتوحا ولكن الكرة الآن هي في الملعب السعودي لأن أمريكا تقول لن نبيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة ولن تكون لدينا مع المملكة العلاقات نفسها بمعنى أن نسمح للمسؤولين السعوديين أن يأتوا إلى أمريكا من دون حساب سيد سليمان الآن الكرة بملعب الجانب السعودي هل يتوقع من المملكة العربية السعودية الاستجابة لقضايا حقوق الإنسان التي تم الحديث عنها حضرتك تعرف بأنه ليس كل ما تم الحديث عنه حتى في التقرير تم كشفه إلى الإعلام ربما تكون هناك أمور سرية لا نعرف عنها شيء حتى الآن ولكن ما هي الإمكانية أو الحدود التي تستطيع المملكة السعودية أن تذهب إليها لإعادة العلاقات بشكل جيد بين الطرفين أولا المملكة العربية السعودية موقعة على مواثيق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وهي ملتزمة الحقيقة بمنظومة القيم الأخلاقية والإنسانية والحقوقية للإنسان بشكل عام وبما لا يتعارض مع القيم الإسلامية ولكن الولايات المتحدة ترى أمر غير ذلك حضرتك تعرف بأن هناك تقارير عن موقوفين مدافعين عن حقوق الإنسان وأيضا عن ملف الصحفي السعودي جمال خاشقجي فالرؤية الأمريكية مختلفة عما تقول أخي حيدر الولايات المتحدة عندما واجهت عنف في بعض المدن ذات طبيعة عنصرية وعندما يقتحم الكونغرس رأينا أعضاء الكونغرس والبرلمانيين في الكونغرس يحاكمون قادة الدولة فكيف لهم ارتباطات أمنية خارجية في دولة نامية مثل المملكة العربية السعودية لدينا نحن قلق من الاختراق الأمني للوضع الداخلي بسبب التحديات الجيوسياسية المحيطة بنا وينبغي على الأصدقاء الفطنة لمبررات وبواعث هذا القلق لأننا في منطقة عنيفة يا أخي حيدر في منطقة قطرة وولادة للحروب والمواجهات والصراعات بكافة أشكالها فهناك الحقيقة مجبات أمنية وليست الحقيقة دوافع سياسية هذه المجبات الأمنية أبقى معك أيضا سيد العقيل لو سمحت لهذه المجبات الأمنية يعني تعرف بأنها تتعارض مع ملف الآن بات حساسا جدا ويهدد هذه العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لذلك بالعودة لسؤالي إلى أي مدى ستتعامل المملكة العربية السعودية مع هذا الملف ملف حقوق الإنسان والاستجابة على الأقل للمطالب الأمريكية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وبالتالي تنضي العلاقة بينهما وتعود إلى سابق عهدها أولا أخي حيدر ينبغي الإشارة إلى أننا في المملكة كمراقبين وكشعب كنا نتوقع أن تكافى القيادة السعودية والدولة السعودية على الصفحة الإصلاحية التي فتحتها وعلى المشروع الإصلاحي الاجتماعي والاقتصادي في المملكة والثقافي وهو مشروع الحقيقة ضخم للإنفتاح والتنوير والتقدم والتساعد ولكن هذا لا يبرر القيام بأمور أخرى يراها المجتمع الدولي بأنها أمور سلبية وتنتهي حقوق الإنسان نعم نعم بس اتركني سحيدة دقيقة لو تكرم أيضا نحن كنا نتوقع أن تكافى المملكة على صيانتها لأمن البحر الأحمر وضيق باب المندب عندما واجهت الألغام البحرية التي زرعها الحوثيون في الخط الملاحي الدولي وقامت السعودية بإبطال وتفجير أكثر من مئة لغم بحري يعني غرست في أعماق البحر الأحمر وبدلا من أن تكافى المملكة وجدنا أنها تعاقب وتوجه المكافأة إلى إيران وإلى فصائلها في المنطقة الذين يرفعون من قائمة الإرهابيين لتشجيعهم على استهداء هذا الكلام فيه جدل سيد العقيل لأنه لا يعني أن يرفع الحوثيون أن الولايات المتحدة تكافى إيران هناك ضغوط كبيرة على إيران وحضرتك تعرفها بشكل جيد وحضرتك متابع جيد أيضا اسمح لي أعود لضيفي بواشنطن سيد لاري كورب نيويورك تايمز تقول بأن عدم معاقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأمر أو الخيار اتخذه الرئيس بايدن لأن بخلافه فإن هناك تكلفة باهضة كيف سيكون موقف الديمقراطيين من هذه الخطوة نعم الكثير من الديمقراطيين يريد معاقبة ولي العهد وربما محاكمته في محكمة حقوق الإنسان أو شيء من هذا القبيل ولكن رئيس بايدن ترك الباب مفتوحا للمملكة العربية السعودية لتتخذ بعض الخطوات التي تسمح باستئناف العلاقات الطبيعية لأن أمريكا تريد علاقات طيبة مع السعوديين نحن نحتاج إلى المملكة لمواجهة إيران في الخليج وهذا برأيي ما يحاول الرئيس أن يفعل على سبيل المثال أن يعطل مزيد من الحقوق للمرأة ونعرف أن ولي العهد قد سجن إمرأة كانت تطالب بالقيادة وهو قد سمح للمرأة أن تقود السيارة إطلاق صراحها مثلا وخطوات مشابهة قد تساعد الرئيس بايدن لا يحتاج إلى دعم كل الديمقراطيين من دون استثناء في الكونغرس أو إلى الجمهوريين أو المشؤولين في الاستراتيجية معهد الأمن القومي ليعرف أننا نحتاج إلى المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط أشكرك شكرا جزيلا لاري كورب كبير الباحثين في مركز التقدم الأمريكي ضيفي من واشنطن وأيضا من الرياض سليمان العقيلة المحلل السياسي شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة